عن الآية القرآنية عن سيدنا نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هو القرآن الكريم لما ذكر لنا بعض التفاصيل عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين لم يكن المقصود بهذا هو مجرد التأريخ وذكر الوقائع كشأن كتب التاريخ إنما ذكر لنا ما يفيدنا وما يهمنا في حياتنا العملية من الناحية الأخلاقية من الناحية التشريعية لذلك ذكر بعض التفاصيل وأهمل الأخرى فربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في القرآن الكريم عمر سيدنا نوح هو ذكر لنا أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين لبث فيهم يدعوهم إلى الله يعني نبئ منذ أن بدأت نبوته إلى أن لقي ربه تسعمائة وخمسين سنة طب هو عاش قد إيه؟ عاش مثلا تسعمائة وخمسين زيهم عاش عشرين فوقهم ما ذكرش القرآن الكريم ده طب إيه فايد الذكر تسعمائة وخمسين سنة بقى بخصوصهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم في سورة العنكبوت في سياق تسلية النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له يا أيها النبي أنظر إلى من سبقك من الأنبياء بل أنظر إلى أطوالهم عمرا وهو نبي الله نوح كم مكث في قومه يدعوهم إلى الله تسعمائة وخمسين سنة كم منهم آمن به الأقلون فلا تبتأس أنت وقد بدأت في دعوتك لمدة سنين يسيرة ولا تحزن إذا لم يعززك قومك أو لم يتبعك منهم إلا الأقلون وما أمن به إلا قليل ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل الواحد في الحديث الشريف فده نوع من أنواع التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وإشارة أن المكلف والعالم والمربي والداعي ليس عليه إدراك النتائج إنما عليه أن يبذل ما أمره الله تعالى به تعبدا لله تعالى وأما النتائج والقبول والإقناع فلا يحدث إلا بخلق الله